شهد مطار الكويت الدولي حالة من التزاحم الشديد في ظل تزاحم حركة السفر مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة وتوقعت الإدارة العامة للطيران المدني ارتفاء عدد الركاب خلال عطلة عيد الفطر بنحو 65% مقارنة مع عدد الركاب في عيد العام الماضي لأسيما أن الإجازة هذا العام تتزامن مع بداية العطلة الصيفية وبينت الإدارة أن الطاقة الاستيعابية للمطار تبلغ حوالي 6 ملايين مسافر بينما يستخدمه حاليا أكثر من 12 مليون مسافر سنويا مما يتسبب بحدوث ضغط يؤدي أحيانا إلى أعطال فنية وتقنية في الأجهزة ويسبب نوعا من الإزدحام ومشيرة إلى استحداث بعض الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حركة المسافرين وتيسير إجراءات سفرهم ترجمة نانسي قنقر